بالنسبة لسؤالك أعتقد لم تكن مباشرة سأكون مباشر إن كنت تتحدثين عن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية فليأكون واضحا بداية لأؤكد أن أحدا لم يقدم للقضية الفلسطينية ما قدمه ويقدمه الأردن حين كان الزمن زمن حرب حارب الأردن وقدم الشهداء على ترابي فلسطين وعندما قرر العرب مجتمعين وكان هناك إرادة دولية بأن تكون المفاوضات هي السبسل لمقاربة الصراع فاوض الأردن وحصل على حقوقه واستعاد أرضه وكرس في اتفاقيته ضرورة تلبية الحق الفلسطيني في تقرير مصيره وفي رفع الظلم والقهر عنه الاتفاقية يوظفها الأردن لخدمة فلسطين ولخدمة السلام لأن كل ما نقوم به الآن من أدوار نقوم به لأن اتفاقية السلام تمكننا من القيام بذلك إذا ما ألغينا اتفاقية السلام الوحيدون الذين سيستفيدون من ذلك الآن هم المتطرفون الإسرائيليون الذين يريدون أن يتنصلوا من التزامات الموقع الاتفاقية سواء إزاء الأردن أو إزاء الشعب الفلسطيني وأذكر بأن الأردن في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يقوم بدور رئيس وأساس في حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات واتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية تتيح أو تعترف بدور خاص للأردن في إدارة المقدسات ولولا الدور الأردني لكان هناك فراغ استغلته إسرائيل لتفرض سيادتها على المقدسات وتغير هويتها العربية الإسلامية والتاريخية فنحن في الأردن لسنا إلا في موقف الواثق من أننا ندعم فلسطين ندعم حق الشعب الفلسطيني في حريته وكرامته ودولته المستقلة ذات سيادة على ترابيه الوطني وعاصمتها القدس المحتلة في إطار أو على أساس حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلم للجميع الدول العربية كلها اختارت السلام خيارا استراتيجيا ونحن كلنا في الدول العربية ملتزمون والإسلامي ملتزمون في هذا السلام لكن السلام الذي نريده هو السلام الحقيقي الذي تقبله الشعوب والذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انتهى الاحتلال وحصل الشعب الفلسطيني على حقوق المشروع كاملة وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة فبالتالي في المملكة العردينية الهاشمية نوقفنا ونقف وسنظل نقف مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة والكرامة ومع حقه وحق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام واستقرار ومن هنا عندما نتحدث كدول عربية نطرح جميعا نقول أن لدينا حل طرحناه وهو الحل الذي يجسد الدولة الفلسطينية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل لكن السؤال ما الحل الذي تطرحه إسرائيل لم تقدم شيئا رئيس وزرائها يتنصل من التزامه بحل الدولتين المترجم للقناة